السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات في كل مكان وفي كل زمان أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا أشكر منظمة رواحل للتنمية في السودان على أنها أرتبت هذا اللقاء معكم جميعا اللقاء كما نعرف ليه اسم تحديات الإغاثة الإنسانية في القارة الأفريقية قبل أن أبدأ هذا اللقاء معكم بإذن الله سبحانه وتعالى أريد أن أتحدث عن بعض الثوابت ثم بعض التعريفات قبل أن نتحدث وندخل في الحديث عن أفريقيا ومشاكل أفريقيا من الثوابت الكبيرة والأساسية أن لا تجعلوا أحد يقول لكم أنتم فقراء ما خلق الله سبحانه وتعالى بشر أو خلق من الخلق إلا وجعل لهم أرزاقا مكتوبة في الأراضي التي سوف يعيشون فوقها ففي كل مكان في كل مكان في كل مكان نعيش فوقه على ظهر هذه المعمورة مقدرات تكفي كل من يعيش فوقه من كافة الخلائق التي خلقها الله سبحانه وتعالى ولو بعد ألف عام ولو بعد ألفين عام لأن الله هو رزاق للقوة المتين فالذي يقول لكم أنتم فقراء كاذب والذي يقول لكم أنتم فقراء هو جاهل هذا هو الثابت الأول بعض التعريفات لأننا نتكلم عنها كلمة العمل الإنساني في الغرب في خلال العشرين سنة الماضية تحولت إلى مفهوم العمل الإغاثي الإنسانية والعمل الإنساني في الشرق قد يكون ينم عن العمل كل ما يمس الإنسان من عمل تنموي من عمل تأهيلي من عمل تدريبي من عمل إغاثي كذلك فمفهوم الشرق للإنسانية والعمل الإنساني قد يختلف عن مفهوم الغرب حديثا الذي حدد كلمة العمل الإنساني نعم مثل اللغة الإنجليزية humanitarian work بالعمل الإغاثي دي نمرة واحد العمل الخيري اللي بنتكلم عنه اللي هو العمل التقليدي اللي هو الزكوات والخمس والصدقات التي تنفق عن طريق المؤسسات المجتمعية الصغيرة زي المساجد وزي المساجد والكنائس إلى آخره إلى آخره إلى آخره دي العمل الخيرية حينما نبدأ نتحدث عن أي موضوع لابد أن نحدد له خريطة في الموضوع اليوم نتكلم عن تحديات التحديات اللي نتكلم عنها لابد أن نرسم لها شجرة فيها المشاكل كلها أو خريطة فيها المشاكل كلها ثم شجرة أو خريطة أخرى فيها كيف نعمل خريطة طريق لحل مثل هذه المشاكل لا تعملوا دون خريطة ولا تعملوا دون أن ترسموا أبعاد هذه المشاكل فأولا سنعدد الكثير من التحديات والمشاكل داخل القارة الأفريقية ثم بعد كده في النقطة التانية سنتحدث عن إمكانياتنا التي هي معنا نستطيع أن نتحكم فيها وليس إمكانيات غير ممتلكة للفرد مننا ثم النقطة الأخيرة ستكون نحدد طريقة خريطة العمل والخريطة الطريق أنا سأذكر بعض التحديات الكبيرة وبعض المشاكل التي توجهها القارة الأفريقية وعندي هنا نصرت 16 مشكلة أو 16 وضع خطير في أفريقيا الأول هو الوضع الصحي داخل القارة الأفريقية الثاني هو الوضع الاقتصادي داخل القارة الأفريقية الثالث هو الوضع الاجتماعي والثقافي الرابع هو الوضع التعليمي للأطفال والشباب الخامس سوق العمل والعمال السادس التغير المناخي والبيئي والتصحر والجفاف والتلوث البيئي السابع الفساد وسرقة مقدرات الدول والشعوب ورغبة الدول العظمى في سرقة مثل هذه المقدرات الثامن الوضع الأمني والجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية التاسع الأنظمة الحكم ومناخ الدموقراطية وحريات الأفراد 11 أصبحنا في أفريقيا حقل تقارب لكل الأدوية وكل الأمصال وكل اللقاحات 12 الديون على القارة الأفريقية أو على الدول الأفريقية 13 أو 12 تسييس الإعلام كل شيء بقى مسيس الإعلام الدين الدراما الفنون الأشعار إلى حتى الأغاني وكل شيء 13 أهمال الخدمات الاجتماعية وأنفاق الميزانيات على الأمن والمؤسسات العسكرية 14 سياسة الحرب على الإرهاب والإسلامفوبيا والتضييق على تحويل الأموال خاصة من وإلى المؤسسات الإسلامية 15 وهو ليست الأخيرة لكن أهم الأشياء التي نحدع بها الجوع وسوء التغذية والمياه الصالحة للشرب وتوفر المياه الصالحة للشرب أنا ذكرت حوالي 15 مشكلة أو 15 تحدي لمن أراد منا أن يعمل داخل القارة الأفريقية هذا ليس معناه أن هذا كل شيء هناك فيه تحديات أخرى وفيه مشاكل أخرى نستطيع أن نسردها أيضا نبدأ بأول تحدي أمامنا اللي هو الجوع وسوء التغذية والمياه الصالحة للشرب برنامج الإخضاء العالمي في عام 2019 نشر تقرير يقول أن عدد الجوع في العالم 821 مليون شخص في العالم ويموت كل ثانية إنسان في العالم من الجوع ويموت كل خمس ثواني طفل في العالم من الجوع يعني في كل يوم يموت 86 ألف وربعمائة إنسان من الجوع وفي كل شهر يموت 592 ألف شخص من الجوع وكل ستة أشهر يموت خلابة 16 مليون نسمة من الجوع إذا قررنا هذا بما يحدث الآن من جائحة الكورونا التي قامت لها الدنيا ولم تقعد نجد أن الكورونا في السبعة أشهر الماضية أصيب أو صابت حوالي سبعة مليون وتلتمية ستة وخمسين ألف مات منهم ربعمية واربعتاشر ألف وربعمائة وتلاتين إنسان يعني بنسبة خمسة وستة من عشر في المية وعدد الذين شفاهم الله سبحانه وتعالى تلاتة مليون وستمية تسعة وعشرين ألف وربعمائة وتسعين يعني تسعة واربعين وتلاتة من عشر في المية يعني الجوع بيموت منه في ستة أشهر خرابة ستة عشر مليون نسمة أو أكتر وما مات من الكورونا في خلال سبعة أشهر الماضية خوالي ربعمائة واربعتاشر ألف إنسان هنا نجد أن هناك مكيالين مكيال أن علاج الجوع أقل تكلفة وأيسر من علاج الكورونا التي ليست لها علاج الآن ولا نعرف الأسباب بتاعتها ومتى سخر الأمثال واللقاحات ده أول منحة هنخش فيه مع التحديات في أفريقيا في أفريقيا بالنسبة للدخل الفرد أقل من 2 دولار 1.19 دولار في اليوم لقرابة 419 مليون نسمة يعيشوا في الصحرات الأفريقية يعني 419 مليون نسمة من أهل أفريقيا يعيشون في الصحرات دخلهم اليوم أقل من 1.19 دولار في اليوم 319 مليون نسمة في أفريقيا يعيشون بدون مياه صالحة للشرب يعني المياه التي للشرب هي تكون هي أساس الأمراض التي تصيبهم خاصة الأمراض المعاوية بتاعة المعاوية 293 مليون نسمة بيكونوا عندهم سوق تغذية دي بتقرير عملته أكسن كونترا فامين في 2018 أفريقيا فيها 513 مليون إنسان يعانوا من الجوع و22% من الشعب الأفريقي عنده سوق تغذية وهو أعلى معدل في العالم لأي قارة ولأي مكان في العالم ده اللي احنا نتكلم عنه على الجوع في أفريقيا وعن حاجة في أفريقيا كمدخل لما سنتحدث عنه التحدي التاني في أفريقيا اللي هو الأمراض كثرة الأمراض أنا قلت 15 تحدي أمامنا في خريطة أو في شجل التحديات وشجلة المشاكل التحدي التاني هو الأمراض في أفريقيا وده بناء على تقرير منظمة الصحة العالمية في سنة 2020 أنا حذكر الأمراض فقط مش هخش في التفاصيل لأن الأمر اليوم مش أمر طبي ولكنه أمر مجتمعي أمراض حذكرها وذكرتها من قبل في محاضرات أخرى الجامرة الخبيثة حمى الدنك حمى الدنك النزافية أنفلونزا تيور فيروس إيبولا العدو بوفيروس هندرا حمى القرم الكونغو النزافية التهاب الكبد الأنفلونزا حمى لاسا مرض مربورغ الفيروسي التهاب الصحية بالكورات الصحائية الجائحة H1N1 2009 العدو بيروس نيفا التاعون المترازمة الرئوية المسميها سارز الجدري الحمى الصفراء حمى الصادع حمى الأرانب الملاريا مرض مربورغ الفيروسي الأيدز الحسبة إلى آخره وعندنا جائحتين في أفريقيا واحدة اسمها إيبولا جائمة مرة أخرى وبتضرب الكونغو الديمقراطية ودي مش مرة الأولى اللي الإيبولا بتضرب الكونغو الديمقراطية من خلال 1876 والإيبولا بتضرب الكونغو الديمقراطية كل كم سنة وعندنا أيضا الكورونا اللي احنا شايفينها وكلنا وعارفينها دي بعض التحديات بالنسبة لأسماء الأمراض فقط أسماء الأمراض فقط وليس كيفية علاج الأمراض هذه التحديات الأخرى اللي هي البنية التحتية الطبية في أفريقيا من نقص في الأطباء والممردين والمستشفيات وعداد استرائيل في المستشفيات والعيادات والمعامل والأدوية والمستلزمات الصحية إلى آخره ده من ناحية كمدخل لتحدي الصحي داخل القارة الأفريقية إن كنا ننوي أن نقوم ونقف القارة الأفريقية ونساعدها من ناحية الاجتماعية ومن ناحية الإنسانية أنا حضرب الكونجو الديمقراطية كمثل أو كحالة دراسة إن زي ما أنا قلت أنا قبل كده في 76 منذ 76 حناشا مرة الإيبولا بتضرب الكونجو الديمقراطية وترجع مرة أخرى هذا العام في تقارير تقول إن حوالي في 2017 ماتوا في 2018 من الإيبولا وترجع الإيبولا مرة تانية لكونجو الديمقراطية أعلى معدل إصابة للحسبة في العالم أعلى معدل إصابة للحسبة في العالم أعلى معدل إصابة للحسبة في العالم في الكونجو الديمقراطية 396.520 طبعا فيها كورونا مات من الكورونا هناك 75 وعلى المصابين هناك 3495 من أخطر الأمراض اللي بتضرب الكونجو الديمقراطية في حالة الحرب وحالة إصراعات المسلحة وحالة النزوح وحالة اللجوء وحالة تنقل الجنود ما بين المدن والقرى والمحافظات وما بين البلدان المجاورة هو مرض الإيدز مرض الإيدز وليس الكورونا ليه؟ لكثرة النزوح وكثرة اللجوء وكثرة تحركات الجنود ما بين المدن والقرى والدول بعدها البعض تكلفة العالية نقطة نحن عارفين طبعاً أن الإيدز بيأتي من ماذا؟ الإيدز يأتي من أمرين من أمرين الأمر الأول الممارسات الجنسية والأمر الثاني نقل الدم بس الغالبية العزمة أكثر من 90% من الممارسات الجنسية في الكونغو في قليلة المتابعات طبعاً من الأسباب لقللة المتابعات والاستشارات التبية قللة مراكز الكشف على المصابين المختبرهم بيوت الدعارة المنتشرة والنساء الممتهنين لمهنة الدعارة نقص العلاجات للأمراض الجنسية الأخرى وكذلك عدم موجود الواقع الذاكري كما يقولون ده بالنسبة لمرض مرض في حالة دراسة لبلد معينة من حوالي 51 دولة أفريقية الملاريا كذلك أخطر 40% من عدد الزوار لأي عيادة أو أي مستشفى في الكونغو الدموقراطية من مصابين من الملاريا 40% من الزائرين للمستشفيات والعيادات من المصابين بالملاريا 19% من الأطفال اللي بيموتوا كل سنة في الكونغو أقل من 5 سنوات من الملاريا عدد المصابين في الكونغو الدموقراطية بالملاريا يساوي 11% من عدد المصابين في الصحراء الأفريقية 69% من سكان الكونغو بيعانوا من سوء التغذية زي كافة الدول أو كافة الشعوب الأفريقية ده بالنسبة للمدخل الثاني اللي هو بعد الجوع أصبح اللي هو العمل الصحي أو الأمراض المدخل الثاني اللي هو دعي الاقتصادي في أفريقيا نحن نقول دايما أن أفريقيا أغنى قرات العالم ودول أفريقيا أغنى 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 دول العالم بالمصادر الطبيعية التي حباها الله سبحانه وتعالى بها لكنها أفقر الشعوب أفقر الشعوب إن علمت أن الشعب فقير هناك ثلاث أسباب إما كسل من المواطنين أو جهل أو فساد كسل جهل فساد فطبعا الوضع الاقتصادي في أفريقيا صعب جدا ومعدلات البطالة في أفريقيا في كتير جدا من الدول في أفريقيا بتتراوح زي trading economics ما كتبت بتتراوح ما بين 33 و34% ما بين ناميبيا وأنجولا إلى 35% اللي هي في بروندي إلى آخر في 25 دولة في أفريقيا معدل البطالة فيها من 10 ل33 و34% السودان مثلا 13% ليبيا 17% تونس 15% مصر 8% ناجيريا 23% الجزائر 11% المغرب 10% يعني البطالة في أفريقيا بتتراوح من 10% إلى 34% زي ما كلمت عليها trading economics اللي بتكلم منها اقتصاد الزل اللي هو الاقتصاد غير رسمي الاقتصاد غير رسمي الاقتصاد الشعبي في أفريقيا بيمثل في بعض الدول 90% من اقتصاد الدولة 90% من اقتصاد الدولة بقوا من مظاق وده بيحتضن الفئات الضعيفة اللي هم الشباب والنساء وسكان الريف عشان يوفر لهم ايه؟ عشان يوفر لهم مستوى الكفاف من العيش مستوى الكفاف من العيش ده بردك في economyplusme.com economyplusme.com اعمالت الأطفال في أفريقيا والأطفال اللي بيستفيدوا أو اللي بيستغلوهم في الحروب والأطفال اللي بيستغلوهم في الضعارة ولو يستغلوهم في كل الأعمال شواء كانت أعمال خدمية أو أعمال صناعية 8 مليون طفل في أفريقيا بيعملوا في الأعمال الخدمية وتلاتة مليون طفل بيعملوا في الأعمال الصناعية طبعا من الأعمال اللي بيعمل في الأطفال اللي هي الدعارة والمناجم الدهب وزراعة وتربية المواشي والتجارة إلى آخره إلى آخره ده بالنسبة للوضع الاقتصادي بعمومياته ده المدخل الثالث المشاكل الثالث هارجع تاني برضك للكونغو عشان أديكم مثل على كيف أن بعض الدول إن لم يكن كل الدول في أفريقيا هي غنية الكونغو غنية جداً هي كونغو فيه اتنين كونغو كونغو برازافيل وكونغو كينشاسا كونغو الديمقاطية لكونغو كينشاسا نتكلم عنها اللي هي فيها الخيرات زي فيها المطات والقطن والبن والككاو والماس والدهب والفدة والنحاس والأصدير والزنك واليورانيم وكل هذه الأشياء موجودة 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 بل إنهم كمان اكتشفوا معدن جديد اسمه كولتان بيستخدموه في صناعة المفعالات النووية في صناعة المفعالات الماء ومحركات التقرات والسواريخ الكونغو بتمتلك 80% من احتياط العالمي لهذا المعدن 80% من احتياط العالمي لهذا المعدن والكونغو من أفقر الدول الأفريقية احتياط الكونغو الديمقراطية من المعادن الغير مستعملة بيساوي 24 تريليون دولار يعني سنة 2009 بيساوي الدخل القومي للولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان مجتمعين 24 تريليون دولار وفي 2014 بيساوي تلت الدخل القومي للعالم كله ولو بيساوي 77 تريليون دولار هم بيكونوا عنده ده الاحتياطي الاحتياطي للمعادن الغير مستغلة والغير مستعملة الكونغو الديمقراطية أيضا فيها نصف احتياط العالم من الكوبلت وتلت من الألماس وعشر من النحاس و13% اتقل هيدرولوكية وده ما يكفي لإضاءة الجنوب جنوب السحراء كلها في أفريقيا نهيكم بقى عن السادس احتياطي للخشب وأراضي الزراعية ممكن أنها تأكل مئات الملايين من البشر مئات من البشر ولكن في الكونغو نفسها في أعلى معدلات لاغتصاب النساء واغتصاب الفتيات واغتصاب الأطفال قرابة 400 ألف حالة اغتصاب كل عام وده التقالير اللي أتكلم عنها اللي هي منظمة طباء بلا حدود الكونغو قالت أيضا فيها عشان نعرف ايه جزء من المشاكل دي فيها وما لا يقل عن 70 مجموعة مسلحة تتصارع مع بعضها البعض ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب وعلشان كلها هنفهم ليه هذه الأرقام الفلكية موجودة في الكونغو ده بالنسبة للمدخل التالت اللي هو الاقتصاد 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 مدخل الرابع الأممية في أفريقيا فيه وراء عملها الدكتور يونس عبدلي موسى في 306 2015 ودعمية كليلية الشريعة ودرسات الإسلامية في الصومال وقال واستند على بعض تقلير الأمم المتحدة وقال فيه في العالم فيه 115 مليون طفل لم يتلقوا التعليم اللي ابتدائي 70% منهم 90 مليون منهم نساء أطفال يعني بنات يعني 90 مليون من المية وخمستاشر ها من الأطفال دول بنات مدخش المدرسة يعني 78% من الأطفال بيقول الدكتور يونس في وراءته اللي نشرت في 306 في 2015 في مركز مقدشي البحث والدرسات بيقول فيه إيه النسبة الأممية في القرن الأفريقي 28% نسبة الأممية في جنوب السودان 60% في أثيوبيا 50% في السودان 40% في السومال 43% في جيبوتي 35% في تنزاني 32% في أغندا 27% في كينيا هتكون 10% لـ 15% في عام 2030 بلاء على تقرير يونسكو في 2 مايا 2019 اللي هو بنسموه أدر الليترس ريات اللي هو معدل القراءة يعني من يستطيع القراءة والكتابة في هذه الدول بيتراوح النسبة ما بين ناس أقل من 50% من الدول اللي فيها تستطيع أنها تقرأ وتكتب وناس أكثر من 50% أنا كأحد أسمت الدول الأفريقية لـ 3 مجموعة المجموعة الأولى اللي هي 13 دولة فيهم أقل من 50% من السكان يستطيعوا القراءة والكتابة فقط القراءة والكتابة 18 دولة فيها 50-75% من أهالية تستطيع أنها تقرأ وتكتب والـ 19 دولة أفريقية فيها 75% لما فوق تستطيع أنها تقرأ وتكتب طبعا جيبوتي مش موجودة في تأرير اليونسكو يعني منتكلم عن حوالي 13 دولة فيها 50% من شعبها فقط يستطيع أن يقرأ ويكتب يعني فوق الخط يعني نحن نتكلم بالبلد كده يعني نحن نتكلم على الجوع اتكلمنا على المرض اتكلمنا عن الاقتصاد اتكلمنا عن إيه كذلك اتكلمنا على الأمية والتعليم في أفريقيا المدخل الخامس نتكلم على الفساد في أفريقيا والفساد في أفريقيا يعني أصبح نظام وليأصبح للفساد نظام ونظم تنظم هذا النظام ونظم تحمل نظام ونظم تؤثر للنظام ونظم تجعل أنظمة أخرى تساعد على خلق أنظمة أخرى فاسدة تساعد على فساد الأنظمة وأصبح نحن في تركيبة معقدة لأنظمة فاسدة في العالم كله سواء كان في الدول الراقية لتستغل تستغل مقدرات الدول الفقيرة وتساعد على وجود مثل هذه الأنظمة داخلها العام الماضي المنتظر الأفريقي الأول عقد لمكافحة فساد عقدة في شرم الشيخ في 12-6 عام 2019 وحضره الرئيس السيسي وحضر معاه 51 دولة أفريقية بالإضافة إلى السعودية والإمارات وكذا دولة خليجية ففي أحد المتحدثين كان اسمه أنتوني مكاسي كان مراقب عام في ناجيريا قال الفساد يعرقل التنمية ده في كل مكان مش فقط في أفريقيا الفساد يعرقل التنمية في كل مكان وقال إن أفريقيا بتفقد ما لا يقل عن 50 مليار دولار سنويا بسبب الفساد بسبب الفساد أو بسبب التدفقات المالية الغير مشروعة في أفريقيا 50 مليار دولار سنويا هذا ما قاله أنتوني مكاسي اللي هو المراقب العام في ناجيريا وقال أيضا أن الرشاوي الرشاوي بتدفع رشاوي سنويا قدابة تريليون طبعا الرقم ده كبير شوية و2.5 تريليون تدفع المالية العالمية في أمريكا بتقول فيها أن الأموال المهربة خارج أفريقيا بتساوي واحد وثمانية من عشرة تريليون دولار في خلال الثمانية وثلاثين سنة الماضية يعني معناها إيه؟ معناها أن كل سنة كل سنة بمعدل لو أسمنا الواحد وثمانية وثلاثين دولار على الثمانية وثلاثين سنة معناها أن كل سنة بتهرب من أفريقيا قرابة سبعة واربعين لثمانية واربعين مليار دولار سنويا وده بقى غير غير الرشاوي غير أموال مهضرة غير 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 إيه لآخرة بعد أن نتكلم عن الفساد أصبح له حكومات حكومات وأنظمة ومؤسسات وأطر ونجوم تحمي هذا الفساد في كل مكان في العالم مع العلم أن 40% من أبناء أفريقيا يعيشون تحت الخط الفق المطقع ده بالنسبة لأدخل الخامس اللي هو الفساد في أفريقيا المدخل السادس اللي هو الحروب الحروب نحن ما نرجع مرضك للكونجو الديموقراطية بعد استقلال الكونجو قبل ما تنتق قسم إلى برازافيل وكنشاسا بدأت الحروب الأهلية المسلحة بين الجانبين منذ الستينيات مات منها إلى الآن ما لا يقل عن خمسة ونص مليون نسمة يعني الإحصائيات مش معروفة لكن ناس بيقوله مليون زيادة وناس بيقوله خمسة ونص مليون نسمة خمسين في المية من الموتة من الأطفال من الأطفال من الأطفال من الأطفال لايس من الرصاص ولايس من القتل من هذا لكن من الجوع والمرض يبقى بالإضافة للحروب اللي دخلها في الكونجو اللي هي يعني قدت إلى هلاك قدت إلى هلاك ما لا يقل عن خمسة أو موت خمسة ونص مليون نسمة أغلبهم من الأطفال أرجع مرة أخرى 400 ألف فتاة ومرأة تغتصب سنوياً في الكونجو والفتاة لا تغتصب مرة واحدة وتعرف أنها تصبت تغتصب من جرانها وتغتصب من أبناء قريتها إلى آخره إلى آخره إلى آخره هذا بالنسبة للكونجو بالنسبة للجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة الأخرى طبعاً في الكونجو في 70 جماعات 70 مجموعة مسلحة لا تجعل أي دولة ولا أي نظام ولا أي حكومة تستقر كل مجموعة تتعارك مع المجموعة وتصار مع المجموعة أخرى في ناجيريا في مجموعات إرهابية زي بوكو حرام اللي موجود في ناجيريا وفتشاد والتحدي آخر اللي حايتين نشتغله في ناجيريا خاصة في شمال ناجيريا أو في بعض المناطق في تشاد بوكو حرام موجودة كان زمان إحنا نعرف أن في حاجة في شمال أوغندس ما يجريش الرب كذلك موجود هناك في تشاد في حاجة اسمها أنت بالك ودي مجموعة مسيحية أيضاً زي جش ربما مجموعة مسيحية موجودة ودي بتحارب المسلمين الموجودين داخل تشاد وبتطردهم على داخل وسط أفريقيا أنت بالك ده موجود في وسط أفريقيا جمهورية وسط أفريقيا وبتطرد كل المسلمين اللي موجودين هناك في وسط أفريقيا دولهم ارجعوا الاتشاد من روح فإحنا نتكلم عن المجموعات المسلحة نتكلم عن المجموعات الإرهابية نتكلم عن الصراعات التي بين المجموعات دي داخل كل هذه الدول وكل هذه الأماكن إحنا نتكلمنا على ست أنا بس ذكرت الست دول اللي هو الجوع والصحة والتعليم والاقتصاد والفساد وكذلك اللي هو الجماعات المسلحة طب إحنا نتكلمنا عن المشاكل ده طب إحنا نتكلم عن بقية الستاشر نعم نتكلم عن تحوي الأموال إلى آخر إلى آخر طبعا لأن ده الأمر يطول والأمر إيه عايز مجالات أخرى إحنا خرجنا من الشجرة اللي هو المشاكل أو خريطة المشاكل اللي إحنا حطناها دلوقتي عايزين نشوف إيه هو العنصر الأساسي في الحل من ما هو العنصر الأساسي في حل كل هذه المشاكل أنا أقول شخصيا من إيماني بالإنسان وأماني بالمواطن هو الفرد رجل كان أو امرأة شاب كانت أم فتاة هو الفرد 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 المواطن الاهتمام بالفرد خاصة الشباب المهدرة حقوقهم الذين يموتون الآن في البحار من أجل الحصول على اللي هو لقمة عيش في أوروبا اللي هي بأرض أرض العسل وال واللبن إلى آخره إلى آخره هو الاهتمام بالفرد خاصة الشباب وعمل رؤية للتعامل للشاب التعامل مع جميع المجالات اللي يحتاجها المجتمع اللي تحتاج المجتمع يبقى في الأصل اللي هيشيل المسئولية والهم ده هو المواطن الشاب اللي احنا مفروض نستثمر فيه خمس أو ست أو عشر نقاط في الاستثمار في هذا المجال لا هما اتناشر نقطة اتناشر نقطة اولا لابد أن نعرفهم ما هي المعايير الإنسانية التي تتفقت عليها الأم المتحدة واللجنة الدولية لصيب الأحمر وطبعا اللي هي الشفافية والحوكمة والانحيادية والمرجعية والمحاسبية وكذلك عدم الانحياد بس دي دي معايير للمؤسسة احنا نضيف عليها من عندنا نضيف عليها من عندنا جزء من ثقافتنا اللي هي احنا قلنا معايير إنسانية للمؤسسات لكن في سلوكيات أخلاقية أو أخلاقيات سلوكية لمن يعملون في داخل هذا المجال من الشباب والشبات دخل علينا في العمل الإنساني والعالم الاجتماعي مندسين ليس لهم قيمة ولا خلق إلى آخره فنرجع نضع جام إلى جانب هذه المعايير الإنسانية التي وضعتها الأم المتحدة ووضعها لجنة الدولية لصيب الأحمر نضع جنبها بعض الأخلاقيات اللي من الاحترام والتقدير والإخاء والمودة والرحمة والمغفرة والتراحم وصلاة الرحم وحسن الجوار والمؤذرة والمناصرة والتكامل والتواصل والتشارك والبذل والعطاء والمساواة والعدل إلى آخره وكل هذه أخلاقيات نبوية وأخلاقيات رسل ومرسلين لماذا؟ لأننا نجد أن هناك معايير إنسانية جافة لكننا نريد أن نزوجها إلى أخلاقيات إنسانية والسلوكيات مجتمعية نستطيع من خلالها أننا نجعل هذا الشاب وهذه الشابة قادرين على بناء المجتمع من قاعدة المعايير الإنسانية والسلوكيات الأخلاقية لأن نمرة واحد نمتنوا الدول المهم جدا ومحوري يبقى الشاب هو القائم أو العمود اللي حتقام عليه مثل هذه الأعمال القاعدة بقى هتكون دول المؤسسات القاعدية المجتمعية يعني إيه مؤسسات قاعدية المجتمعية؟ المؤسسات الملتصقة بالقواعد الشعبية في المجتمع في كل مكان وفي كل زمان ومنها المؤسسات الدينية نمرة واحد اللي هي الكنائس والمساجد والخلاوي خاصة في أفريقيا تنتشر فيها الخلاوي بعد هذا المدارس سواء كان مدارس بدائية أو إعدادية أو ثانوية بعد كده الجامعات يعني نتكلم عن كل دي مؤسسات قاعدية مجتمعية عمودها الأساسي هم الشباب والشابات فلابد أن نؤهل القائمين عليها في ذلك الوقت كذلك لابد أن نؤهل الشباب ويكون الرسالة الأساسية داخل مثل هذه المؤسسات القاعدية المجتمعية الرسالة الأساسية هي العمل الإنساني العمل المجتمعي التطوع والبذل والعطاء والتكامل من أجل بناء الأوطان لا حزبية ولا مذهبية ولا يعني إقصاء 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 لا هذا لا يجوز فلذلك تأهيل القائمين عليها من العاملين ثم نشر وعي التطوع ونشر وعي العمل المجتمعي والعمل الإنساني داخل القواعد الشبابية طبعا من أهم المؤسسات الشعبية كذلك اللي هي قواعد المجتمعية اللي هو مؤسسة الكشافة دي من أهم المؤسسات اللي تتكامل مع المؤسسات القواعدية الشعبية الأخرى النقطة الثالثة في هذا نحن خلصنا الشجرة بتاعت المشاكل ودخلنا في المحور أو القائم اللي حنقيم علينا العاملين هم الشباب ودخلنا في شجرة الحلول المحور التالي هو التخصص ونرجع فيه إلى آية الكريمة فلولا نفر من كل فرقة طائفة يتفقها في الدين فالنفر من النفير يعني خلاص هبوا للعمل ومن داخل هذا النفر بيكون في فرقة تتفقها في الدين يعني كل مننا أيها الشباب والأيها الشابات لابد أن يكونوا تخصص في عمل مجتمعي يستطيع أن يخدم به المجتمع على مستوى الحارة على مستوى الشارع على مستوى الحي على مستوى القرية على مستوى المحافظة على مستوى الوطن على مستوى الدولة عام متخصفي أنا أعمل في الميا أنا أعمل مع الأيتام أنا أعمل مع الأرامل أنا أعمل في الزراعة أنا أعمل في رفع الوعي أنا أعمل في المناصرة فلا بد يكون في تخصصات تخصصات نحاول نعلمها للشباب لكي يستطيعوا أن يؤهل نفسهم لكي يكونوا قادة للمجتمعات في مثل هذه التخصصات من أول يوم يخطون فيه الخطوة الأولى داخل المجتمع في عمل المبادرات دي النقطة التالتة في الاستثمار في الحل النقطة التابعة الرابعة عدم الاعتماد على الحلول المستوردة أنا عندي كلمة أؤمن بها إيمان قطعي وجزمي الحل وطني الحل محلي لأن أصحاب الهموم وأصحاب الحاجات وأصحاب الحوائج هم القادرين القادرين على إيجاد حدود الحاجة أم الاختراع أصحاب الحاجات هم يقول الحاجة أم الاختراع فمن كان عنده حاجة اخترع حلا لها فلذلك نقول أن الحل عندنا هو حل محلي وطبعا المؤتمر القمة الإنساني اللي عقد في اسطنبول 2016 الأم المتحدة عملته كان أحد المخرجات الأساسية فيه اللي هو اللي هو العمل المحلي في بناء القواعد الشعبية المجتمعات من خلال المبادرات والجمعيات إلى آخر يبقى الاعتماد على الحلول المحلية بإمكانيات محلية وبطاقات محلية لكي يكون حل غير مكلف دي نمرة واحد بالدرجة الأولى هذا لا يعني أننا ما نتكملش مع الآخرين ونتعلم من تجاربهم ونتعلم من تجاربهم الأمر هنا بقى يخش في الدعم أنا أتكلم على الدعم لإيه لأن الدعم ما فيش دعم في العالم بييجي إلا بشروطه سواء كان من الشرق العربي والمسلم أم من الغرب اللي هو المسيحي الليبرالي إلى آخر كل دعم بييجي بالشروط بتاعتك فما تقوليش في دعم جاي لك ولجمعيتك بدون أي شروط ده الدعم الخارجي الدعم الخارجي بيجي إنك ده ففي ثقافة شرقية وفي ثقافة عربية وكل ثقافة من ثقابات بتبتؤثر سلبا أو إيجابا على الثقافة المجتمعية التي نؤمن بها وعلى القيمة المجتمعية التي نمارسها فأحسن دعم يكون فيه مستقلالية هو الدعم المحلي الدعم المحلي إن استطعنا أن نجد غالبية الدعمات لنا من المجتمع الذي نعيش فيه نعمل الخامسة نشجع الشباب بإيه المشيحي العملاقة مش هنعرف نقوم بها دلوقتي خدمة مثل المبادرات 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 والمشاريع الصغيرة المشاريع الصغيرة المشاريع الصغيرة نشجع الشباب بالاهتمام بالمبادرات العديدة التي يقوم بها الشباب لتقديم هذه الخدمات يعني كل مجموعة من الشباب تعملها مبادرة ممكن ننجح ممكن نسقط ممكن نفشل لكن لابد لابد أن نتوقف عن عمل المبادرات على مستوى الأحياء وعلى مستوى الشوارع لابد أن نبني الاقتصاد النقطة الساسة لابد أن نبني اقتصاد الشعبي اللي هو الغير رسمي لكي يتكامل مع الاقتصاد الوطن أو اقتصاد الدولة والاقتصاد الشعبي من خلال بناء الأسواق الشعبية من خلال تشجيع الحرفيات والمهنيات من خلال تشجيع الزراعة خاصة أن أفريقيا بسم الله ما شاء الله الأراضي الزراعية فيها وتربية الحيوانات إلى آخر يعني تشجيع الأشياء اللي هي التعلم فيها مش صعب لكي نستطيع أن نجد فرص عمل لهؤلاء الشباب والشابات وأهلين هناك يبقى الأسواق الشعبية الزراعة المهنيات الحلفيات وفي نفس الوقت اللي هو التجارة على مستوى اللي هو الاقتصاد الغير رسمي اللي موجود عندنا النقطة التامنة في شجرة الحلول التكامل حذاري ثم حذاري ثم حذاري أن نعمل بمنأة عن الآخرين سواء كان الآخرين دون مؤسسات مثيلة لنا أو مؤسسات الدولة أو الحكومة أو مؤسسات اللقطة الخاصة اللي أم نتكلم عنها حذاري أن نعمل أن نعمل بمنأة عنهم لابد يكون في تكامل ولابد أن يكون لنا سياسة في عدم التصادم مع المسؤولين في الحكومة بالذات عدم التصادم نحن عايزين نأخذ يد بيد ما بين الثلاثية الثلاثية لبناء الدولة وبناء الوطن اللي هي القطاع الخاص الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لابد أن هذه الثلاثية تتكامل من أجل إخراج الدولة مما هي فيه من فساد أو من فقر أو من تخلف إلى آخرية إلى آخرية التكامل وعدم التصادم مع المسؤولات الحكومية مؤسسات الدولة بل التشاور والتناصف والتكامل والتقاضل فيما بينها مش فيما يفيد الوطن نعمل تسعة بناء الجسور والشركات مع مؤسسات رجال الأعمال الوطنية نحن نشجع رجال الأعمال في المؤسسات الوطنية بتاعتهم وتواصل معهم نعمل عشرة التواصل مع المنحين الآخرين اللي هم غير وطنيين يعني من الدول الأخرى اللي موجودين ولكن في نفس الوقت نحاول نحافظ نحافظ على قيمنا وثقافتنا وتاريخنا بمعنى إيه مش هنقدر نعمل ده لو تسارعنا وتسارعنا بالسين وبالصاد على من يأخذ المنحة من المنح الأجنبي لكن علينا أن نعمل الكتل والاتحادات والاقتلافات والمنتديات لكي نصيح أن نقف وقفة واحدة من أجل الدفاع عن قيم وثقافات وأدبيات وتاريخ المجتمع في أننا لا نريد أن هذه المنح تغير ثقافة المجتمع المستفيد من مثل هذه المنح نعمل عشر في خلط الحلول نعمل احداشر أنا نسيت أقوله لا ما نسيتش أقوله بس أقولت أأجله للآخر اللي هو دول المرأة دول المرأة محوري زي ما دول الشباب محوري نحن بنضع القائمين الشباب اللي هو اللي هو الشبات والشباب الفتية والفتيات ثم المرأة اللي هي الأكبر سنة من الشباب واللي دولها لي لأنها لها ثقافة مختلفة والليها مشاعر مختلفة والليها رؤى مختلفة والليها أدبيات مختلفة والليها قيادات مختلفة يعني ما ينفعش تكون السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضها اللي هي التي كانت 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 العمود الفقري المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة وأثناء البعثة حينما أوحي إليه وجاء يعني في حالة صدمة عصبية فيقول له دسريني دسريني فقالت له إن الله لن يخذيك أبدا فأنك تقرى الضيف وتعين المحتاج وتحمل الكل وتعين المصابة وتحمل الكل وتصل الرحم وتساعدها على مساء بالظهر فالسيدة خديجة رضي الله عنها بحكمتها وبحبها المصطفى صلى الله عليه وسلم أطرت لجوانب العمل المجتمعي يعني نتكلم عليه كل هذه الأشياء من صلاة الرحم للإغاثة للتنمية لكذا 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 في حديث في رواية واحدة فالمرأة دورها محواري بالنسبة لنا الأخير وليس يعني بالأقل اللي هو الاهتمام بمن بالمتقاعدين من كبار السن من دول الخبرات ده المعلمين العمال اللي هما الأسازة الجمعة الباحثين المستشارين ده جيش كبير جدا داخل الدولة وداخل الوطن لابد أن نستفيد من طاقاته لابد أن نستفيد من طاقاته كل هذا الزخم من الخبرة الموجودة داخل أدمغة هؤلاء لابد أن يستفاد منها شيء ناقم أبينا شيء ناقم أبينا أنا حطيت 12 نقطة في شجرة الحلول لكن حطيت محور واحد محور واحد في إقامة خيمة الحلول اللي هو الشباب اللي هو الشباب اللي هو الشباب وحطيت قبل كده 15 أو 16 مشكلة أو تحدي في شجرة التحديات أشكركم جميعا وجزاكم الله خيرا وأنا دلوقتي منتظر للتعليقات ومنتظر للأسئلة منكم إن كان هناك من يريد أن يسأل الأسئلة أنا جال لي بعض الأسئلة تعليق من الأخ عثمان محمد مالا الإغاثة الإنسانية في أفريقيا أكثرها تعود إلى مصالح شخصية أغلب العاملين في المجال يأكلون الأموال التي يتم إرسالها من خارج البلاد أو القرى الأفريقية وبعضهم حتى المواد الغذائية وغير الغذائية يبيعونها في الأسواق للأسف الشديد ترى أشياء مكتوب عليها مجانا لا يباع لكن يباع السؤال هنا كيف يمكن التخلص من هذا الفساد أو على الأقل الحد منه زي ما أنا قلت في الأول قلت إن إحنا المعايير الإنسانية بتاعت الأم المتحدة لهم ست أو سبع سبع معايير اللي أنا ذكرتهم لابد أن يكون فيها أخلاقيات إنسانية دخل إلى المجال الإنساني الخيري الاجتماعي فسد فسد حتى ولو حصنوا أنفسهم ببعض الآيات وبعض الأحاديث وبعض الترانيم لا فسد 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 فأنا عايز ننشئ جيل جديد يستطيع أن يحاول أن يضع صورة جيدة وممتازة للعمل لكي يتسق الناس فينا مرة أخرى بالنسبة لهذه الناس لن نستطيع أن نتعامل معهم إلا من خلال أن تكون في داخل الدولة يعني عارف أنه عندكم في السودان اللي هو المفاوضية العليا للشؤون الإنسانية هذه تراقب لابد أن تراقب كل جمعية بتعمل في الداخل إحنا عندنا هنا هو في برطانيا حاجة اسمها في وضية العليا للتسجيل الجمعيات في كل دولة في مثلا حتلاقي في قطر في حاجة اسمها الهيئة لتنظيم الأعمال الخيرية ففي كل دولة دولة على الدولة نفسها أن تراقب مثل هذه الأشياء وأن تعاقب القائمين على هذا الفساد في الأخ يوسف من بغداد يوسف بن بغداد يوسف بن بغداد تحديات الأغاثة في أفريقيا واقع الفساد المالي وإداري المفلات الأمنية وسلطات الجماعات المسلحة تعرض منظمات الإنسانية من خاطر الاختاف والقتل ضعف البنية التخصية وصعوبة الوصول إلى الكثير من مناطق المدرات ضعف التنسيق من المنظمات الإنسانية من أثر طبعا أهم شيء له أخونا اسمه يوسف من بغداد يعني يوسف اللي هو التنسيق التنسيق والتواصل والتشبيك أصبح إلى الآن أيها الإخوة أيها الأخوات من المعلوم من المعلوم من المعلوم من الدين بالضرورة التنسيق أصبح فرض عين على كل مؤسسة وكل قائد المؤسسة وكل جمعية وكل مبادرة عن تنسق لأن المال ليس مالنا المال مال الفقراء ونحن مستامنون عليه وإهدار المال كبيرة وحرمان الفقراء بعدم التنسيق كبيرة من الكبائر التي سيحصل لماذا أن الناس تموت وتجوع وتمرد ونحن لا ننسق من أجل الشعار شايفين الشعار؟ من أجل الشعار من أجل الإسم من أجل الشخص خطأ خطأ وجريمة إنسانية مجتمعية فالتنسيق والتواصل لا بد علي من أن أتواصل لماذا؟ لكي لا أهدر الأموال ولكي لا أصيب المجتمع المدني داخل بلدي بالفساد كما ذكرنا نحن الفساد قبل كده في إهدار الأموال وتهريب الأموال والرشاو الأخير فبيطراب المجتمع المدني ومؤسساته الإنسانية والمجتمعية بالفساد إمتى لما يكونش فيه لتنسيق ولا تواصل ولا بناء شركات ونبني شركات أنا حشتغل لو أنا بكلم عن مستوى السودان أنا حشتغل في الجذارف أو في صنار أو في الشمالية أو في كسلة أو في جنوب كوردفان أو في الجنينة ففي مؤسسات أو جمعيات شغالة هناك طب لو فيه جمعيات أنا نروح أشتغل ليه؟ طب أنا أعدينهم المال واتفق معهم على معيارية وأخلاقية تنفيذ هذه المشاريع وإحنا ندفع 50% هم يدفعوا 50% فالتنسيق والتنسيق والتواصل وبناء الشركات يعتبر حالياً يعتبر حالياً من المعلوم بالدين بالضرورة داخل العمل الإنساني وداخل كل عمل في الدول بتاعتنا تعليق من أخ عبدالباقي محمود أبو حنيفة أسباب متشارة في أفريقيا شنو؟ ولا ماذا أفريقيا؟ الفساد مش موجود فساداً في أفريقيا الفساد موجود في كل دول العالم بنسب مختلفة بنسب مختلفة لكن هو لعدم وجود استقرار سياسي في كثير من الدول الأفريقية ووجود جماعات المسلحة اللي موجودة والصراعات المسلحة وهيمنت كثير من الشركات الدولية على مصادر مصادر اللي هو ومقدرات أفريقيا بدأت تتسرب مثل هذه الإمكانيات اللي خارج أفريقيا في بمجرد الرشاوي أو إلى آخر فلذلك أنا مش أقول الفساد في أفريقيا فقط لا لا في كل حتة في كل حتة في فساد وفي فسدة لكن هو أكثر في الدولة لأن في القررة الأفريقية للأسف لأن البناء التحتية ضعيفة في أفريقيا وكذلك اللي هو عدم وجود مؤسسات مجتمع مدني قوية تراقب أداء الحكومة وأداء القطاع الخاص هناك كيفية تخطي من سحمة حامد كيفية تخطي تحدي الجوع والمرض تعليق من أوليد العودة الجوع والمرض أنا ما اتكلمت أنا يعني الجوع معناها ما فيش إنتاج ما فيش زراعة ما فيش أمن مشكلة في كثير جدا من الدول الأفريقية عنصر الأمن غائب لكثرة صراعات المصلحة يعني هم نضرب المثل برواندا مثلا بعد 24-95 وعندما قتل في الصراعات المصلحة قرابة 900 ألف إنسان خرجت رواندا وبدأت تنزل لبناء المجتمع من تحت الفوق فأصبح دلوقتي فيه الشب الاستقرار أمني ومن أول الدول التي استطاعت أن ينمو اقتصادها في السنوات الماضية يعني نتكلم عن 95 وعندوقتي عن 25 سنة يعني في خلال 25 سنة دلوقتي خرجت وتعافت رواندا من هذا الأمر وأصبحت هي من الدول الأفريقية فلذلك إن أردنا أن نعالج مثل هذه الأشياء في أفريقيا فنحاول نجرب تجربة زي التجربة الرواندية تعليق من وليد العودة الدعم الخارجي كيف يتم التعاون معه ما هي آيات قبل المنزلات المجتمع المدينة الدعم الخارجي نتكلم منطقة صراحة ما فيش دعم خارجي غير مشروط ما فيش الأسف يعني الأسف أتعامل مع الدعم الخارجي بأن أنا بأدرب بابني الكفاءات بتاعة الأموال اللي عندي بعمل تحالفات وأشوف إيه محاجة المجتمع مثلا من أشياء اللي مازال بنعاني منها في القضية السورية إلى الآن إلى الآن إلى الآن وإحنا كنا بننادي بهذا الموضوع من 2016 حنوقت في 2020 يا أخواننا مش عايزين اللي هو السرى الغذائية يقول لك أصل المانح عايز السرى الغذائية المانح عايز يوزع طب وبعدين الناس بتاخد زي ما الأخ قال قبل كده هو في أول الأسئلة إن بياخدوا السرى الغذائية اللي هما الفقراء السوريين النجزحين والنجزحين داخل السوري جات لنا الصور بتاعة هذه السرى الغذائية تباع في السوق المحلي بخمسة وعشرة دولار ويتمنى بتكلف خمسين وستين دولار ليه لأن المانح مش قادر يفهم إن الشعب السوري عايز حاجة تانية فلذلك حني نبدأ أن نثقف المانح ونقول للمانح رؤيتك اللي أنت بتشوفها في المنام دي جدا جدا وكل حاجة بس ما تدفعناش إحنا عايزين نقول لك دي حاجتنا المجتمعية كذا الأمر التاني إن كتير جدا من منحين العرب والأسف يعني في المصاريف الإدارية مش عايزنا ندفع فلوس مش عايزنا ندفع فلوس اتعلمنا من قضية سورية أشياء متعبة ومؤلمة وعقيد دي هكتاخد لفو قضية السودانية والأفريقية إلى خلال إزاي أنا ماخدش فلوس المصاريف إدارية همشي المؤسسة إزاي ها هروح من مكان لمكانه وعمل التقليل إزاي واروح وتأكب من صرف مثل الأموال إزاي بصفر هذلس عليك وحكذب عليك وحقول لك هنفسه أنا ما نفستش فالمنح اللي عمل نفسه شاطر خصونا دلوقتي بوجه المنحين هم الشرقيين مفيش عمل في العالم بدون مصاريف إدارية والعمل الدولي دي مصاريف إدارية أكتر ليه لأنه بتعمل أكتر من مكان والعمل في بلد زي السودان تبقى الشبه قارة يعني لو أنت عايز تروح من الخرطوم للجنينة أو من الخرطوم لجسان أو من الخرطوم لكسلة ده بتتكلم عن مئات الكيلومترات بتروح إزاي ببلاش عندنا ملائكة كده حييجوا ياخدوا حاجات اللي نسترناها من الخرطوم وبعدين بعد كده يودوها للناس هناك إيه ده إيه العقلية دي كلها فلذلك لابد أن نثقف المانح وما نزعلش على مانح نفقده لأنه مش فاهم مش فاهم مش فاهم كيف تدار الأمور داخل أماكن الصراعات داخل أماكن اللي هو الكوارث الطبيعية داخل أماكن البعيدة النائية في الصحراء أماكن ما حدش عارف رحلها لا بالطيارة نجيب تسكرة الطيارة منين فده بالنسبة للمصاريف الإدارية وبنسبة سخافة المانح واللي حيخلينا نقدر نقف أقوية أمام أي مانح أننا نكون متحدين على رؤية معينة الأمر مش تسارع من أجل حصول على مال الأمر التسارع وتنافس من أجل بناء مجتمع داخل الوطن نقف نقف مثلا حاجات المتعبة جدا 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 إن كتير جدا من المناحين الشرقيين الشرقيين لا يؤمنوا ببناء القدرات إزاي إزاي ربنا سبحانه وتعالي بقول في كتاب الكريم استعمله مش عارف يعني أبي إن خالما استعملت القوية الأمين إن خالما استعملت القوية الأمين القوية هو مين الإنسان اللي عنده قدرة أو المرأة اللي عندها قدرة على العمل عندها القدرة المهنية ها القدرة الفعلية وفي ناس اللي عندها أمانة هجيبهم إزاي دول فلذلك لابد أن أؤهل وأدرب وأؤثر للشباب لكي يستطيعوا أن يكونوا قادة في المستقبل أو قادة الآن معنا إن شاء الله المانح الأجنبي يعني أنا مش عارف السؤال هنا بيقول إيه الدعم الخارجي يتم تعاون معه ما يعني كيف يتم تعاون معه ما قلت قبوله كمرزوناتكم أمر يعني في دولة بتشتط يعني في بعض الدول بترفض إن يجي أي دعم أجنبي من برا أنا أعتقد في بعض الدول دون ذكر أسماء عشان ما حدش يزعب من حد يعني في دول في شمال أفريقيا بترفض أبدا إن يكون أي دعم أجنبي يجي لك مقبلك ففي قوانين للدولة قوانين للدولة فده بالنسبة لمنح الأجنبي لكن أنت عندك منح وطني وعندك إمكانيات وطنية كذلك وعندك سفارات موجودة معاك وعندك 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 بيقى في شفافية بينك وبين الدولة مؤسس الدولة اللي معاك علشان لا تتهم بإنك بتاخد دعم أجنبي في ظل ظروف الحرب على الإرهاب والحرب على التطرف وموضوع الإسلاموفوبيا فبالنسبة للسودان ما حتخدش إن فيه مشكلة إن المانح أجنبي يديك بس أنت لابد تعمل معايير لقبول هذه المنح لما تلاقي فيه مانح جاي يغير لك المذهب بتاعك أو الثقافة بتاعتك أو أي شيء من أخلاق حقيمك طب أنا أخد الفلوس ليه أنا بجري على الفلوس حتى أطلع مرتبي ولا بأخد الفلوس دي علشان أبني بها مجتمع هنا اللي منتكلم فيه أنا هلإحنا بنبني هلإحنا بنات مجتمعات أم جبات للأموال هنا نرجع مرة تانية للمعايير الإنسانية للمؤسسة لأتلقى أم المتحدة والسلوكيات الأخلاقية اللي أنا ذكرت فيه ممكن عشرين واحدة يابد علينا من أن نجلس ونقول للمانح والمرة الأولى والأخيرة شكرا مش عايزين فلوس لتغير ثقافتنا وتغير معايير القيم بتاعتنا المياه في أفريقيا مشكلة معدلة مشكلة معدلة مش مشكلة سهلة يعني مش مشكلة هتحلل بين عاشية نوضحها أنا ذكرت في التغير المناخي وذكرت في التسحر والزفاف وذكرت في التلوث البيئي اللي موجود ففيه في أفريقيا يعني ومع ذلك ربنا رحيم بينا جدا جدا أنا أحديك بعض الأمثلة عشان نشوف ممكن زي نعمل مثل هذه الأمثلة في أماكن مختلفة يعني مثلا كنا في الصمار وبعدين في جيبوتي في جفاف 2016-2017 ربنا لا استعاوز بما مش كأعوز بما مش كلمة لأنسة لا يترك مكان في جفاف إلا ما ينزل في أمطار لكن إحنا هل نستطيع أننا نستفيد من أمطار لا أنا شوفتها بأم عيني وأنا في جيبوتي مرتين أو في الصمار مرة على الأقل في الصمار في 2016 كان في جفاف وروحنا هناك وفد كبير وكذا وكذا في شهر مايو أو في شهر يونيا وأتت سيول كلها أهدرت في المحيط لو كان إحنا عندنا خطة مسبقة بإمكانيات فيها تآذر وتكامل وتعاون بين المؤسسات المحلية مع المؤسسات الدولية لكنا عملنا سدود رملية أو كنا عملنا حفائر أو كنا عملنا أي شيء من هذه الأشياء كل عام أنا ما حضرت مرتين في جيبوتي في 2017 و2018 تقريبا وفي المرتين نزلت المطرة حوالي ساعة أو أقل من ساعة في مرة من المرات فضلت السيول بعد الساعة دي من الساعة تسعة أو عشرة كنا بنفتر هنا في جيبوتي إلى حوالي الساعة عشرة بالليل كمية المية اللي جاية رايحة فين يا مية رايحة على البحر يا بابا أو رايحة على المحيط يا بابا فين الخطة اللي بتحطها مؤسسات المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة مع المؤسسات المانحة يعني فيه أشياء في الحكومة السومالية بتعاني فيها من خروج السومال من جائحة الإغاثة إلى بحبوحة التنمية الناس بيقول احنا تعافينا في مناتو عامدنا نستطيع أن ننميها كل الأموال اللي بتجنو من المؤسسات الكبيرة إلا هي للإغاثة صرفوا على السومال ما لا يقلنا عن خمسة وخمسين مليار دولار في خلال التلاتين سنين لفتر أكل شرب ونوم لو احنا كنا استفدنا بتغيير منهجية العمل داخل مثل هذه الأماكن حتى بعشرة أو عشرين في المية من هذه المنح الإغاثية لبناء المجتمع الصومالي والبدء في التأهيل والبدء في التنمية في الأماكن الأمنة لكنا بنينا صومال تكون هي من في مصاف الدول المنتجة الآن والصومال تتعافى لكن المانح يريد لبلد كمثل الصومال إنها تعيش على المساعدات الخارجية يعني ربط المثل لابد إن أنا عندي حلول عندي الحفير البلدية عارفنا عندي السدود الرملية عندي الآبار بأنواعها المختلفة وعندي كذلك السدود اللي هي الكبيرة السدود الكبيرة اللي هي ممكن تتكلف بالملايين وعندي فيه مشاريع اللي هو تنظيف الأنهار من إيه من الأشجار إلى آخرية فهذه الأشياء لن نستطيع عملها يا شباب إلا لما قعدنا مع بعض عملنا خريطة للمياه ومتى تحت الأمطار وإن كان في سيون نعمل إيه بدون زي ما أنا قلت قبل كده بدون تنسيق وبدون تعاون وبدون تواصل وبدون بناء شركات حنفضل كل سنة نقول لله يا محسنين لله لله يا محسنين لله وكل واحد فيه لم يحسن فيه مانح جاي من هنا أو هنا حيجرع عشان ينتقي به سرا لكي يأخذ منه المال قبل أن يذهب إلى جمعية أخرى تنسيق وأمر المياه سهل من الصعب سهل من الصعب بس عايز رؤية عايز رؤية أنا أذكر بعض الأمثلة اللي عملتها مؤسسة الإغاثة الإسلامية في 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 السومال اللي هي السدود الرملية شيء عظيم جدا شيء عظيم جدا يلا نعمل مع بعض بالسد رملي لا نعمل مع بعض السدود حقيقية تتكاتف خمس أو عشر جمعيات دولية إسلامية وغير إسلامية عشان نبني السد ده عشان نبني الشبكة الأبار دي كلها عشان نبني الحفاير دي إلى آخرة من غير رؤية لن نستطيع أن نحل أي مشكلة مهما كانت المشكلة دي بسيطة هذا في أسئلة تانية ما هي أكثر الدول المنحة لأفريقيا كيف نجد المال للمنحين تجربة المال للمنحين بحاجات مؤسسية المصداقية اتباع المعايير الشفافية الحكامة الرشيدة يعني أقول ما أفعل وأفعل ما أقول ما فيش تدليس ما فيش ماركتنج ما فيش جد أبدا أنا أضرب مثل في يوم من الأيام حقنا منحة ودائما نقول الكلام ده لكل اللي بالشباب في ألفين ومش عارف واحد ومفيدة واثنين منحة مليون دولار من الوزارة الأوقاف القطرية عشان نعمل مدرسة في ألبانيا عدنا سنة مش عارفين ناخد ملكية نسجلها باسمنا نسجل أرض باسمنا فعملنا إيه رجعنا بعد سنة قلنا لوزير تفضل جداكم الله خير هذه بداعاتكم ردت إليكم قال إيه أنا ما عرفناش نشتري قالوا أنتم المؤسسة الوحيدة تترجعوننا مليون دولار من قرابة عشرين سنة مصدقية مصدقية هي بتبني الثقة شفافية أنا أخطأ تقولنا أنا أخطأ صلح خطأ إيه المشكلة المال مش مالي ولا مال الحكومة اللي بتدهولي هو مال فقير مال أرملة مال المسكين مال الشريد مال اللاجئ مال النازح مال المغتصبة مال المريض مال الشيخ مال القعيد مش مالنا نتعامل في هذا المال كما كان يتعامل فيه عمر أبو بكر رد الله عنهم فلذلك جلب المال من المنح بالشفافية والمصدقية والمعيارية ما هي أكثر الدول المنيحة للأفريقيا وما هي معين الأم المتحدة كيف تتنم تنصيق من منظمة الأم المتحدة وما هي أحدو التعامل المؤمن المتحدة لها مجلس تنصيق في كل دولة اللي هو منسميه اليو أرنواتشا اللي هو اليو أرنواتشا اليو أرنواتشا اللي مجلس تنصيق للأم المتحدة من حقك أنت كمؤسسة محلية أنك تطلب لك توعد تخش أحدا للأجتماعات لك من الأسف لأننا مش عارفين كيف نخش فبنعجز عن الدخول لمثل هذه الأماكن طبعا من أكبر الدول المانحة في أفريقيا هتلاقي أمريكا الاتحاد الأوروبي بعض الدول اللي هي اهتمام بالقرن الأفريقي زي بريطانيا وزي أمريكا بعض الدول اللي هي اهتمام بالمنطقة الفرنكفونية زي فرنسا إلى آخر فكل دولة على حسب سياسة دولتها وعلى حسب ما تريد أن تستثمت في هذه الشعوب قبلك فما فيش حاجة اسمها يعني إلا لو كان فيه مجاعة أو فيه جائحة كبيرة في أفريقيا فتلاقي كل الدول تكافلت مع بعضها البعض لكن مجالس التنسيق أنا أشير عليكم الإخوة والأخوات من مؤخصات المؤسسات الوطنية أنتوا تذهبوا لو كنتوا أنتوا في السودان روح المؤسسات الدولية اللي هي خبرة كبيرة وخليم يعمل لكم ورش عمل كافة تتعاملوا مع مجالس التنسيق للأمم المتحدة زي مثلا عندكم لو كان عندكم هيومان أبيل كان عندكم إسلامي خليف كان عندكم مسلم آيد كان عندكم مؤسسات دولية كان عندكم ديريكت آيد كان عندكم مؤسسات الكبيرة كان عندكم القطر الخارية عدوا معنا وقالوا معنا وقالوا كيف ندخل على منظومة الأمم المتحدة ومن حقك أنا بقول لك من حقك من حقك من حقك كمؤسسة وطنية في ظل هو العمل الوطني أو العمل تشجيع الأمم المتحدة للعمل المحلي أنك تخش تحضر اجتماع التنسيقي للجماعات الأمم المتحدة التعليق من أحمد حامد على عنصر البشر المحلي لابد من عنصر البشر المحلي لأعادات الإجيالة تحمل مسؤوليات تطويل عمل ما هو السبيل السبيل بالتدريب أو بالقدور حسنة بمعنى بمعنى أني يكون في ميزانيتي في جزء للتدريب في مؤسسات بتكون كبيرة سواء كان مؤسسات دولية أو مؤسسات محلية فأنا ممكن نعمل حاجة يعني أخوها اللي الشباب بتوعي يروح يعود لهم شهر أو أكتر أو كذا مع مؤسسات تانية عشان يتعلموا الأبجدياب بتاعة العمل الإنساني تباتل الخبرات يعني يعني في حالة زي حالة دلوقتي أنا لست من المدربين الحرفيين ولكن عندي خبرة ممكن نقلها للشباب الرموز اللي عندنا الرموز اللي عندنا القدوات الحسنة في العمل الإنساني اللي عندنا نضرب عن مثل الرحمة الله عليه عبد الرحمن الصمية وغير 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 لو كانوا هؤلاء حياء عدوا عليهم بالنواجز عدوا عليهم بالنواجز وآتوهم أعدوهم وخدرجوا كل حاجة من مخهم أثروا الطريقة على الشباب بتبدأوش من حيث بدأ الآخرين ابدأوا من حيث انتهى الآخرين فلابد عندكم عندكم مثلا لو بالسودان عندكم ساعدت السفير عطاء المنان بخيط روحوا له يعلمكم روحوا له محمد منير مش عارف اسم المؤسسة بتاعته اسمها ايه بس مش فاكر يعني هو كان شغال في الأغاثة الإسلامية مش عارف هي هلب دائج أو حاجة زي كده في شخصيات سودانية بسم الله ما شاء الله لكم يمكن مع السودان في كل دولة من الدول غير عادية عدوا معاهم وقولوا معلمونا علمونا هتلاقي في كتير جدا من هولاء الناس مش هيخم منك فلوس لانه عنده مصدر داخل اخ هيبقى سعيد جدا انه قعد مع الشباب لكن انا وافق مع اخونا لابد لابد من عمل الرؤية ومنظومة لتدريب الشباب والاجهة المستقبل لذلك انا اتكلمت في اول العمود الخيمة هم الشباب الفتيات والفتية انهم فتيات من امانه وربيهم وضلناهم هم دول العمود وبعدين لما اتكلمت عن ايه 12 نقطة في الحلول تعليق من عثمان صالح محمود كيف انا عزيز الثقة من المناحين اللي جال بالدعم زي ما انا قلت تعزيز الثقة بالشفافية والحكمة الرشيدة واللي هو قياس الاثر ايوة دي هي نقطة مهمة جدا يعني ايه قياس الاثر يا اخوانا احنا بنصرف يعني في جمعيات تقولك ايه انا عملت 500 مشروع السنة اللي فاتت اقوله بأمرت ايه انت فاكر يا ابني لما انت رحت اوزعت لك كده كم حسة غذاء ده مشروع والله يا سلام كم خروف ده مشروع والله يا سلام طب است أثر توزيع الخرفان واللحمة دي ازاي است أثر قصة أثر توزيع السلاء الغذائي دي ازاي على الناس كياس الاثر دي ميزانية مدرسة لو ميزانية ومدرسة جديدة وليه حرافية احنا ما نعرفش نقول بها فيها ليه اصبح نحن متخصصين ليه شباب لان العمل الانساني اصبح منظومة صناعة مجتمعات وصناعة ثقافات وصناعة رؤى وصناعة فلسفات جديدة لكي نستطيع ان نقول بها المجتمعات الغرب جزاهم الاخير سبقونا في هذا الامر نلحق بهم ونكون معهم يدا بيد وزراعا بزراع وشبرا بشبرا الى ان نسبقهم العمل العمل الانساني محتاج لكم محتاج لأفكاركم محتاج لثقافاتكم محتاج لقيامكم محتاج لإبداعاتكم محتاج لأحلامكم محتاج لأمالكم محتاج لمبادراتكم كل هذه الأشياء لأن انتم أصحاب الحاجة الحقيقية وأصحاب الحلول الإبداعية فلذلك في مثل هذه الأشياء قلب الماء كسب ذقة منح مش بالبؤ الحلو وبأغنية وبعشوة لا كل ده إيه كل ده ما عاد لك عاد الإمال كان بيقولنا فانكوش 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 الأداء وقياس الأثر يخلي المانح يسعى إليك يسعى إليك المانح يعني أنا أضرب مثلا مرة تانية أضربته يمكن خمسين مرة قبل كده لما عملنا خزنات المية على جبال كشميل في باكستان كانت البنت الصغيرة السبعة سنين والثمانسين والثمانسين ما تروحش المدرسة كان بتنزل في ديوم خمس ست مرات وشايلة إيه البتاع دي على رأسها زي البلاص أو حاجة زي كده أو الزلعة زي ما احنا بقول عليها في مصر يعيني طلعها نازلة طلعها نازلة طلعها نازلة وكل مرة خمس ست لتر معا لما احنا عملنا خزنات فوق الجبال دي في سنة ألف وتسعمية سبعة وتسعين أصبحت الميا فين على الجبل على رأس الجبل يبقى البنت مش هتنزل يبقى البنت هتروح المدرسة يبقى أزداد عدد البنات اللي دخلوا المدرسة بعد الخزنات دول يمكن عشرة في المية وعشرين في المية يبقى الميا بقت سهلة تروح للبيت يبقى الأم في البيت ممكن تتبخ ممكن تغسل ممكن تعمل منتج يتباع في السوق المحلي يبقى أزداد الانتاج المحلي في السوق المحلي هذه أشياء أنا أقولها بمنتهى البساطة لأن فيه دولة خبراء في قياس الأثر لو أنت قصت أثر توزيع أو تدريب أو تأهيل أو تعليم الألاف من الطلبة التعليم والتوزيع والتدريب مش الرز مش العدد في اللمون لا 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 الأرواح نخرجهم مما هم فيه من ضوائق أو ضيق إلى الساعة الدنيا والآخرة تعليق من علي الجمري ما هو السبيل الخروج من الفقر ومنع الفساد والتمهيد للحكم الرشيد الخروج من الفقر شيء سهل وصعب أنك فيه أول حاجة أنك تؤمن أنك قادر على الكسب الشريف بمعنى أن أنت كمؤسسة يعني كنت أكلم مع بعض الشباب السوريين من كام يوم في إدلب شباب مبدع بسم الله ما شاء الله يا رب يا رب يا رب يديهم اللي أنا بتمناه لهم وعد فيهم قال إيه كل شوية جيب لي مبادرة ما فيش إمكانيات والمبادرة دي خارج خارج مخ بعض الجمعيات اللي بتشتغل لكن مغاناة كبيرة تشغل في عشرات الملايين لا بيستحملوش الحاجات دي ففي يوم القائم قال إيه قال إحنا اشترينا الملابس القديمة اللي أغلبها بتكون غربية لا تصلح لنا فخدنا بعض الفساتين وودناها لبعض النساء اللي هم تعلموا أو تعلموا عن تلقي الجماعيات الأخرى كيف يعملوا الخياطة دي وتحولت الفساتين دي من فستان لامرأة يعني كان مكشوف الفساتين إلى فساتين لطفلة صغيرة قال لي إيه الشاب المبدع ده اسم مصطفى ربنا يديله ما أريد له لا مش ما أريد له استغفر عظم ما يريد الله سبحانه وتعالى لأن ما أريد له شيء قاصر على ذهني لكن ما يريد الله سبحانه وتعالى ده شيء تاني فقال لي إيه قال لي اشتريت الفساتين بتاع المرأة ده الخياطة الأديمة بتاعة البلد دي بجيب بدولار اللي هي عن مكانة بتاعتها دولار وحولته لي الفستان بعته بتلاتة دولار يبقى في الدورة دي الاتنين دولار بقوا تلاتة دولار تخيلوا بقى أنا سألت أنا بس بقول لكم على إيه زي نخرج من الفقر في أمور بسيطة 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 فسألت قلت له ما الدكان عندكم في إدلب بكام قالوا من تسعين دولار لمية وعشرين دولار في الشهر قلتوا باش والبالة بكام نفس الموضوع تمانين سبعين سبتين مية البالة دي بتقوم فيها خمسة وعبعين كيلو قلت ماش يبقى دي ايه احنا تكلمنا عن متين وعشرين دولار لو احنا خدنا بس بالة واحدة في الشهر لكن لو احنا خدنا بلتين تلاتة يبقى احنا مزانيتنا خمسمائة دولار أو ربعمائة دولار الشباب بياخدوا الفستان دي كلها بيزعوه عن نساء في البيوت ويعملوا السيستم بتاعهم ده ويبتلوا يبيعوها في السوق باثنين دولار وثلاثة دولار واربعة دولار ويقفنا عند كده لأ وده تشغيل سيف شفت الخمسمائة دولار دول يا شباب شفت الخمسمائة دولار كم تعلم دم عجروا الدكان ده وشغالوا خمستاشر عشرين امرأة في البيت عملوا الفستان والبنطلونات والحاجات دي كلها وفي نفس الوقت القصائص بقى هاخدها عملها كاس مخدة او عملها ملايات سرير تتباع مفيش حاجة ترمي مفيش حاجة ترمي ففي الخمسمائة دولار دول اللي وحنا دورناهم كل شهر الدورة دي طبعا دلوقتي مفيش حاجة بتخش ادلب علشان الحدود المفهولة علشان الكورونا لكن لما تخش ده هيكون مشروع بيأز الناس يبقى احنا بدأنا بخمسمائة دولار مع خمس شباب مع خمستاشر عشرين امرأة ندور خمستاشر عشرين امرأة في الشغل ده ممكن في نهاية السنة نفيت حوالي تلتمائة او رمية امرأة من بداية المشروع ابو خمسمائة دولار فالفقر لابد نسبر عليه وما نطلبش ما نطلبش المشاريع اللي بسم الله ما شاء الله بالألاف الحاجة التانية كنا نتكلم مع بعض وإحنا برضك في موضوع ادلب موضوع ادلب فيه اعراض زرعية بسم الله ما شاء الله كتير في سوريا وكذلك فيه في السودان الأراضي الصالحة للزراعة هشغل فيها ناس باليوم نبدأ بإنك تطعم الطعام فنستطيع الإنسان يفكر وبعد كده يبني وبعد كده مرحلة تانية من حياته داخل هذه العشان أمر تاني كلمة عالف اللي هو الأسواق الشعبية نعملها ونيسر إنتاج الأسرة والمبيع في مثل هذه الأسواق الشعبية الفساد هو يعني زي ما تقولي هو موجود إحنا عايزين إيه يعني نحاول نحربه بإيه بنظام آخر أو أنظم آخر مبنية على الحرية مبنية على المساواة مبنية على العدل مبنية على على قوة مؤسسات المجتمع المدني مبنية على آراء وتموحات ومبادرات الشباب مبنية على كل تكامل ما بين مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد والفسدة فيه داخل المجتمع داخل المجتمع داخل المجتمع الحكم الرشيد بيجي بتدريب الشباب للمرة واحد وأهم تدريب نقدر نعمله أن نشرك الشباب في القرار السياسي داخل المؤسسة ما يبقاش الموجودين في المؤسسة فقط هم الناس اللي يتعدوا مرحلة الكهولة ودخلوا في صوامع الموت كأمثالنا لا أنا عايزة يكون معنا شباب يعني في العقد الثاني في العقد الثالث اللي هو من العشرينات ويكون لهم دور تنفيذي في اتخاذ القرار السياسي يكون معاهم الفتيات كذلك يكون معاهم نساء كذلك يبقى احنا ننظر للتكامل حكم الرشيدة لن تكون إلا بتكامل وجود هذه الثلاثية الرجال والنساء والشباب هنا يبقى في حكم الرشيدة أما يكون فيه تنوعية عرقية تنوعية ثقافية ما يبقاش حزبية ولا مذهبية ولا 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 كل حاجات البطيخ دي اللي عفع عليها الزمن عفع عليها الزمن من زمان قوي ليه لأن الناس في الكثير جدا من أعمال المجتمعية اعتقدون أن الجمعية ملكهم وهم شخصيا الجمعية ليست ملك أحد إنها ملك المجتمع ملك المجتمع والمال مال الفقير وأنت يا رئيس مجلس دارة وأنت يا رئيس مجلس دارة وأنت يا مدير مؤسسة ما أنتم إلا أجراء ونحن أنا منكم أجراء ما نحن إلا أجراء لدى الفقراء الفقير يصرف علي يشتري البدلة دي ممرتبة يشتري الكارفاتة دي ممرتبة يشتري الخاتم دي ممرتبة يشتري النظلة دي ممرتبة فلا بد وأنا أنفق مال اليتيم والأرملة والفقير والنازح واللاجئ أستشعر ضنك العيش الذي يعيش فيه أو تعيش فيه الأرملة لكي أقلل من الإسفاف في الإنفاق بنلحق وكامل رشيد وجزائكم وجزائكم الله خير أنا قات لي نتمنى من أفضل مترواحل عشان نختم أنا طبعا سعيد جدا جدا وأتمنى أن إحنا نلتقي وأجي أزولكم وتعلم منكم ويكون مشاريعنا فيها بناء الشركات شركات مع من يكون لهم معايير إنسانية واضحة ورؤى واضحة في مشاريع مشتركة دي مهمة جدا أن نتعلم من بعضنا البعض أن يكون لنا زيارات ميدانية في مؤسسة رواحي أن يكون لنا فرق عمل داخل الجامعات داخل مدار السنوية أن يكون لنا أطروحات نطرحها على المفاوضية للشؤون الإنسانية علشان لما يجي يأخذوا قرار أو قانون يعملوا قانون يكون إحنا بدي النوم ما عندنا من خبرات التكامل والتواصل وأن يكون لنا منظومة أو يعني رأي ورؤية في بناء منظومة التطوع الجديدة يعني حاليا دلوقتي مع وجود الجائحة بتاعت الكورونا الكل بيشتغل من البيت ده مكلمة عن أوروبا وأمريكا إلى آخر كيف نستفيد بمنصات التواصل الاجتماعي في التدريب وفي التأهيل في إيصال المساعدات إلى آخره إلى آخره إلى آخره فبالنسبة لما ستراحل يعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى أننا أكون أحد من يستطيعون أن يتعلمون من أبنائها ثم أنقل لهم ما عندي من خبرات إن كان لدي خبرات ولا يختص الأمر على شخص واحد أبدا السودان فيها كنوز كنوز من النساء ومن الرجال ومن الطاقات ومن المبدعين نبشوا أو فتشوا في حوالي الخرطوم وفي حوالي المحافظات والولايات عن نجوم من السماء ينيروا أرض السودان في كل مكان أو في خارج السودان أو إلى آخره فلذلك يا مرنظمة روحل اسعي إلى أن تجليبي حولك المبدعين لكي تبدع بهم عملك وأحسن مبدعين هي المشاركة المجتمعية مع الفقراء والمساكين والنازحين في كل مكان في السودان زائد المؤسسات الأخرى يبقى عندنا كده في النهاية زي ما كان فيه شبكات مع بعض نوعب مع بعض نتكلم نتقابل مرة كل شهر على كوباية شاي على سندويتش على طبق فول وجبنة يعني زي ما احنا بنعمله تعاودين في السودان نتقابل مع بعض على كستليتة ولا على أم فتفت ولا على أي حاجة على عرديب ولا حلو مر ولا كاركديه نقابل مع بعض نفكر 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 لمين نفكر للسودان نفكر لأثيوبيا نفكر لمصر نفكر ليبيا نفكر اليمن نفكر لسوريا يبقى نقابل مع بعض مش هنستيع نفكر سويا اللي انجلسنا سويا واطمعنا كل مننا الآخر وأمنا كل مننا جانب الآخر هنيئة ليا بان انا تحدثت معكم اليوم وجزاكم الله خير انكم وثقتم فيا وجعلتموني ادخل على متطوعينكم وان شاء الله اتمنى ان الامر دا يتكرر مع اخرين مش انا بس في ناس كتير جدا مبدعين من داخل السودان وداخل افريقيا من كل مكان في العالم وجعلوها مندوحة شهرية على حسب قدراتكم ان شاء الله والناس موجودين ونحن نساعدكم بإذن الناس سبحانه وتعالى وجزاكم الله خير واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا على خير انا طبعا ليه بادرت بالقبول للدعوة لان انا اصلا يعني مصري واحب السودان جدا 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 ويقال ان احد جدودي من ناحية امي رحمة الله عليه الشيخ حسين كان لونه ادهم انداكن اللون ويقال ان هو من اصل نوبيا واصل سوداني اما كان مصر وسودان حتة واحدة فقد يكون ده سبب حبي للسودان احنا ايام باكينا في السودان بكاء شديد ايام درفور وايام الجنوب وايام 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 شوفنا ايام جميلة في السودان كلها جميلة السودان شعب جميل شعب جميل بجانبيه بالجانب جنوب السودان والسودان في الشمال ان شاء الله وانا احب افريقيا جدا جدا واعتز واعتز ان انا افريقي اعتز بكل لون من الانوال الافريقية الجميلة الجميلة بالاشعار بالانغام بالتاريخ بالحب بالرضة بالСТباقنينة بالسكينة بالبسمة البسمة الأفريقية جميلة فطبعا أنا سعيد بأن أنا أحب السودان وسعيد أن أنا بحب أفريقيا وسعيد أن أنا بحب كل مكان أنا راح طله يعني يمكن الوردة دي تدلع أن أنا بحب حاجة ثانية لو كنتوا أنتوا عارفين إيه دي دي الوردة دي بتاعت مسبحة سريبرنيتسا في 1995 اللي راح فيها قرابة 11000 لم نكتشف منهم إلا 9000 جثة أو رفاء والذكرى الخمسة وعشرين لمسبحة سريبرنيتسا هتكون 9 على 11 يوليو الشهر القادم فتمنى أن الحدود تفتح واروح أذهب مرة تالتة وربعة وخمسة لسريبرنيتسا لأن احنا عشنا عشنا قضية البصنة قضية سريبرنيتسا قضية اختصاب النساء والأطفال من سنة أربع سنوات لسنة سبعين سنة قضية المأساة بتاعت البصنة إيه لأخذ فأحبكم في الله وجزائكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا